ننتقل الآن إلى السيد عبدالله الربدي نائب رئيس سعود سكوبي للدراسات والاستشارات أهلا بك معنا أستاذ عبدالله بداية كيف ترى هذا الارتداد إلى المنطقة الخضراء الذي يحققه السوق السعودي بعدما كنا خسرنا يمكن ووصلنا إلى أدنى مستويات منذ شهرين أو عفوا منذ عشر أشهر تقريبا على المستوى النقاطي التي خسرها أولا بسم الله الرحمن الرحيم صباح الخير لك والأستاذ المشاهدين حركة المؤشر للأيام الماضية التصحيح الذي حصل في المؤشر أولا لابد أن نوضح كيف كانت وضعية المؤشر والذي حصل بعد ذلك كان المؤشر حقيقة والأسواق في المنطقة عموما كانت مهيئة لموجات جني أرباح وهذا يمكن ما كان شيء غريب كان الجميع يتحدث عن حاجة السوق إلى جني أرباح ولكن اللي كنا نتكلم فيه كان في حدود تقريبا 9600 نقطة 9600 الوصول المؤشر كجني أرباح والذي حصل أنه دخل متغير جديد أو مؤثر في السوق وهو الأحداث التي حصلت في العراق وأثرت على استقرار المنطقة فأدت إلى موجات جني أرباح أقوى من المكان المتوقع على الأسواق المنطقة عموما وهذا ما لاحظناه من حركة السوق السعودي والتي كانت قوية نوعا ما وتفاجأ فيها بعض المستثمرين كسرت 9400 ما كانت متوقعة أسف كسرت 9600 ما كانت متوقعة وصول المؤشر إلى حدود 9400 الآن أعتقد أنه كانت 9400 وحدودها كان نوعا ما هي عملية دعم للمؤشر وحصا أنه كان فيه ارتداد منها واليوم نشوف المؤشر يقف على عتابة 9600 يمكن أعتقد أنه الصعب أنه يواصل المحافظة على هذا المستوى في ظل الظروف الموجودة الآن واستمرارها أعتقد أنها موجة قصيرة جدا من الارتداد عن 9400 الآن نحن قدام بالنسبة لي أنا في تصوري فيه احتمالين للسوق إما المحافظة على 9600 ومن ثم محاولة الصعود تدريجيا وهي صعبة أو الاحتمال الثاني وهو يدعم الأحداث التي تسير في المنطقة عموما أنه يكون فيه ضغط زيادة على المؤشر وخصوصا أننا مقبلين الآن كما تعلمين على موجة من الإعلانات والدخول من رمضان وأساسا أننا في موسم الصيف تخف حدة المضاربات بالسوق كيف ترى هذا النشاط القوي أستاذ عبد الله على دار الأركان أيضا نشاط قوي اليوم يبدأه بالسوق وارتفاعات من جلسة يوم أمس فقط السبعة في المئة في عنا تفسير لهذا الارتفاع على السهم؟ دار الأركان أخذت ضربة قوية في السوق نزولها بهذا الشكل كان من أكثر تلسهم وهي طبعا أساسا سهم مستهدف كتدوير فالنزول الذي صار عليه من المستويات العالية الـ 14 إلى الـ 12.5 أدت أن كانت فيه فرصة حقيقة في السهم لارتداد أو استثمار سواء على كل الحالتين كان الـ 12.5 كان جدا سعر مغري بالنسبة لسهم زي سهم دار الأركان يقيم بأقل من قيمته الحقيقية من ناحية المخزون الأراضي الذي لديه عموما حتى سواء اختلفنا واتفقنا مع إدارة الشرك ولكن يظل أن لديها مخزون أراضي مقيم بأقل من القيمة الحقيقية فلذلك يظل السهم في قيمة مخفية موجودة في السهم وتستحق أن يأخذ أسعار غير هذه الأسعار الموجودة فيها فأعتقد أن هذه الحركة التي صارت كانت انتهاز من بعض المضاربين والمستثمرين على سعر 12.5 كان جدا مغري للسهم أسترا بالأمس أيضا رأينا تراجعات كبيرة يمكن على السهم بأكثر من 5 في المئة اليوم يعود لتحقيق المكاسب أكبر الرابحين ببداية هذه الجلسة كيف ترى المستويات نحن عند 56-25 لأسترا الصناعية أستاذ عبدالله وأيضا رغم أنه يمكن ما فيه أخبار أيضا تأتي على السهم والله نحن في الظروف هذه صعب أنك تحكمين على السهم بحركة زي هذه أنه انخفض بهذا الشكل وبعدين ارتفع بأحيان زي استرا السهم هذه قليلة تتداول ما فيها كميات كبيرة من السهل جدا أن تأتي محفظة لأي سبب من الأسباب أنها تسير فتضغط على السهم وينزل بهذا الشكل ثم بسرعة وبشكل جدا بسيط يرتد ويسترد جميع خسائر ولذلك ما أعتقد أنه حالة خاصة السهم ما ينطبق على استرا ينطبق على كثير من الأسهم الموجودة في السوق أنها تنخفض بشكل مفاجئ وتسترد خسائرها بشكل بعد سريع باليوم الذي بعده هذه موجودة الآن وهذا حالة طبيعية في نزول الأسواق بهذا الشكل ما أعتقد أن فيها شيء غريب لكن أنا أريد أن أقول أن السوق الآن زي ما ذكرت أمام احتمالين ذكرنا الاحتمال الأول احتمال الثاني أنه إذا تواصل الضغط من أحداث المنطقة أنه ممكن يكون عندنا كسر الـ 9400 وهذا إذا حصل إذا حصل قد يقود إلى مستوى الـ 9000 لأنه هو أقرب من مستوى ممكن يكون داعم للمؤشر وأعتقد أنه إذا حصل ممكن يكون هو نهاية موجة التصحيح بشكل عام وعموما حتى أسواق المنطقة نلاحظ أنها الآن تتعرض لضغوط فلا أعتقد أن السوق السعودي يمكن يواصل على الـ 9600 يمكن شوي صعب عليه ولكن أتمنى أنه حقيقة أنه يستطيع أن يتماسك عليه لأنه مهمة جدا هذه المنطقة نعم سيدة عبدالله الربدي نائب رئيس سعودي سكوب للدراسات كنت معي من الرياض شكرا جزيلا لك التاسي الآن عن مستوى 9610 فقط قطاع الأعلام والنشر على تراجعات بأكثر من 2% صورة خضراء لباقي القطاعات القيادية مشاهدين بعد قليل